السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اوعوا تلعبوا بالنار تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وفي رواية عند أحمد والبزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدال على الخير كفاعلي ومن منطلق فهم الحديث يبقى إذن الدال أيضا على الشر كفاعلي ففي الوقت اللي نلاقي فيه كتير من الشباب والفتيات ربنا يبارك فيهم جماعا يا رب العالمين قاعدين ليل ونهار على السوشيال ميديا يشيروا آيات من القرآن ودروس وأذكار ونصائح وقرآن وأحاديث فكل من ينتفع بتلك الدروس وبتلك البسطات التي تدلهم على طاعة الله كل من ينتفع بها في ميزان حسناتهم وهم عايشين وكمان بعد موتهم يبقى الواحد فيهم نايم في قبره أو الوحدة نايمة في قبرها ومليارات بش أقول ملايين مليارات الحسنات عما لا تدخل عليهم القبر كأنوار ونعيم في القبر بفضل الله من أين هذا من الدلالة اللي انتوا كنتوا بتدلوا الناس بها على الخير وعلى الطاعة وعلى كل ما يقربهم من الله انتوا دلتوا الناس على الصلاة فالتزم على أديكم على إيد مثلا فلان أو فلانة مثلا ألف واحد كلما الألف دولة يصلوا في ميزان حسناتك وانت نايمة في قبرك طب الألف دولة تجوزوا وخلفوا كلما يصلوا هم وزوجتهم وأولادهم وأحفادهم يبقى في ميزان حسناتك إلى يوم القيامة كل دعم ما يدخل عليكم في القبر أنوار وبركة وخير ونعيم بفضل الله في المقابل بقى في بعض الشباب وبعض البنات ليل ونهار بيلعبوا بالنار قاعدين يشيروا أغاني وصور وأفلام فاضحة وكلبات وصور فنانات وكلام بزيء واللي بتشجع البنات على خلع الحجاب واللي بيعلم أصحابه شرب المخدرات واللي بيعلم أصحابه إزاي يفعلوا كذا أو يفعلوا كذا من المعاصي كل ده بيتكتب في ميزان سيئاتهم في حياتهم وبعد موتهم عيازا بالله يبقى الواحد فيهم طول ما هو عايش عمال فلان بيعمل زي ما هو دله دله إزاي يشرب الخمر أو المخدرات كل من شارب الخمر أو المخدرات بسبب اللي هو بقوله ده يبقى في ميزان سيئاته واحدة بتدل البنات على خلق الحجاب كل اللي تخلق حجابة في ميزان سيئاتها وكل من يفتن بالبنت اللي خلقت حجاب في ميزان سيئات اللي دلتها على كده اللي بينشر أغاني واللي بينشر كليبات واللي بينشر صور فاضحة إلى غير ده كل من ينظر ومن يفتن ومن يفعل فاحشة بسبب تلك الفتنة في ميزان سيئاته وهو عايش وهو ميت سبحانك يا ربي يبقى نايم في قبره وهي أزم بالله وداخل عليه سواد ربنا عافين وعافيكم وسيئات وداخل عليه زيادة في العذاب ليه يا ربي ما أنا موت خلاص ونام في قبر أيوة من تدلت الناس على الشر ومن سنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ماهو النبي قال اتدل على الخير كفاعلي وانت ما دلتش على الخير دلت تدلت على الشر فاتدل أيضا على الشر كفاعلي تخيلوا حضراتكم لما يكون واحد في يوم الأيام كان فاتح صفحة على الفيسبوك وصفحته كبيرة سبحانك ودي قصة حقيقية فإيه كان بينشر على الصفحة دي على طول صور بنات أريانا وبنات بميوهات وكليبات وصور فاضحة وحاجات بزيئة وبيدل للناس على الفواحش إلى غير ذلك مات هذا الشاب مات في عمره 30 من عمره حاجة و30 أو 30 في الحدود دي كده تمام؟ ربنا يقدر أن إخواته يحاولوا يشوفوا أي طريق عشان يعرفوا الباسورد بتاع الصفحة عشان يقفلوها مش قادرين يقفلوها لأنه ما كانش بيدي الباسورد ولا الجميل ولا أي حاجة لحد من إخواته تمام؟ فضلت الصفحة مفتوحة وما زالت مفتوحة محدش قادر يقفلها لأنه هو مداش الباسورد لأي حد تخيلوا حضراتكم من غير ما نعلم من غير ما نعلم علم الغيب تخيلوا هو في قبره دلوقتي ويزم بالله كل من يدخل على صفحته يتفرج على صورة إباحية يتفرج على كليب غنائي يتفرج على واحد عريانة يتفتن بسببها يفعل معصية بسببها كل ده في ميزان سيئاته وكأنه الآن يصرخ في قبره أرجوكم انقذوني وإقفلوا الصفحة لأن العذاب بيوصن كل لحظة بسبب الصفحة دي عشان كده بقول عنوان المقطع اوعوا تلعبوا بالنار اوعوا تلعبوا بالنار دي نار ربنا يعافينا وعافيك يا رب وينجينا وإياكم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أوقد عليها ألف عام حتى حمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى سودت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال نهركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة قالوا له يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية يعني لو هنتعذب في الدنيا في الآخرة بنار الدنيا كفاية دي بتساعد حديد والصلب قال بلى آه فعلا ولكنها يعني نار الآخرة فضلت عليها يعني فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها دي رواية مسلم دي رواية أحمد ناركم هذه التي تأخذون عليها هي جزء من مئة جزء من نار الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين الصحابة في المدينة المنورة وفجأة سمع صوتة وجبة يعني سقطة حاجة كده بتغبط في الأرض فقال أتدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم من على شفير جهنم حجر بقى من الأحجار الضخمة جدا فما وصل إلى قعرها إلا بعد سبعين سنة تخيلوا حضراتكم لو الواحد واقف بقى فوق برج إيفل ولا برج خليفة ولا برج القاهرة فوق مكان عالي ورمى حجر حجر كده في حجم اليد تمام؟ لو رمى الحجر ده هيوصل الأرض في ربع دقيقة بكتير في نصف دقيقة فتخيلوا لما يكون حجر ضخم بقى ترامى فما وصل إلا بعد سبعين سنة فتخيلوا قاع النار شكله إيه؟ عافان الله وإياكم عشان كده بقول دلوا الناس على الخير ما تدلوش الناس على الشر إلا عنده صفحة بيشير عليها حاجة تغضب الله خد بالك وارفق بنفسك والله ارفق خاف على نفسك لأن إنت النهار ده عايش تقدر تقفل الصفحة لكن بعد ما تموت مين هيقفلك القناة؟ ومين هيقفلك الصفحة؟ ومين هيقفلك الأشياء اللي إنت بتدل الناس بيها على معصية ربنا تبقى في قبرك وعمال بتتعذب وبتصرخ يا مين يقفل الصفحة زدش العذاب علينا لما العكس بقى اللي بيدل الناس على الخير وعلى طاعة ربنا وعلى الصلاة وعلى الذكر وعلى الحجاب وعلى الكرآن وعلى اطبر الوالدين وعلى صلة الأرحم كل اللي يعمل بالخير اللي هو بيقوله كله في ميزان حسناته ينعم في الدنيا وينعم في القبر وينعم في الجنة إن شاء الله جمعان الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا